خبر الثاني أنا من الناس اللي يحبوا شعب الأردن ويحبوا الأردن ويحبوا قادتها ويمكن يعني مصر والأردن على مدار سنوات طويلة جداً بينهم تاريخ كبير جداً من العلاقات وعندهم قضية مشتركة رضوا أم لم يرضوا يعني لا يجوز ولا يمكن ولا يتخيل لحكومة أردنية أو مصرية إنها لا تهتم بالقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أساسها هنا أساسها مصر والأردن طبعاً كل الدول العربية لكن بحكم الجوار وبحكم أشياء كثيرة جداً والأردن ومصر هي من الدول الموقعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل وبالتالي أصبح واجباً حقيقياً أنه يحصل يعني كثير من اللقاءات فيما بين الوزراء ورؤساء الوزراء في لجنة عليا مصرية أردنية بيرأس رئيس الوزراء هنا ورئيس الوزراء هنا وأيضاً لو حضراتكم تابعتوا اللقاءات المستمرة بين العاهل الأردني وبين الرئيس عبد الفتاح أسيس النهاردة وزير الخارجية سامح شكري التقى بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي وطبعاً زي ما حضراتكم عارفين ده بيسموه يعني زيارة وزير خارجية أردني أو سعودي أو إماراتي للقاهرة ده اسمه العمل المشترك الدائم ما نحناش بنقابل بعض من أجل أن احنا نوري الشعوب أن احنا بنتقابل لا ده فيه شغل فيه ملفات حقيقية وطبعاً كان فيه مؤتمر ما بينهم صحفي بعد المباحثات والحقيقة قالوا أنهم دايماً على تواصل مستمر مع السلطة الفلسطينية ومع الشركاء الدوليين وده شيء مهم جداً وأنه يعني أكدوا تاني أنه القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وهي تشغل بال كل مصري وكل عربي وكل أردني أيضاً والحقيقة أنه كان فيه تأكيد بكلام واضح وصريح جداً أنه إن لم يكن هناك نهاية للاحتلال وفرصة للعيش بحرية ستبقى المنطقة رهينة للتفجير الأوضاع في أي لحظة فأنا يعني أسمن على هذا النوع من اللقاءات ويعني اعتادوا دايماً أنه العلاقات المصرية الأردنية علاقات يعني طيبة جداً برضو عندي موقف أحكي لحضراتكم كان لي الشرف أن أكون بحضر في مؤتمر ديفز أكبر مؤتمر اقتصادي في العالم مدينة ديفز دي مدينة بأكملها هي مكان صغير يعني في أوروبا وهذه المدينة يعقد بها مؤتمر سنوي مؤتمر اقتصاد وسياسة تقابل فيه رجال أعمال وتقابل فيه قانونيين وتقابل فيه سياسيين معظم الزعماء بيحرصوا على أن يكونوا موجودين وكانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر واللي بيروح حضرتكم هذا المؤتمر يعرف أنه يعني الكلمات دي محددة جداً وبدقائق وفيه أسئلة وما فيش كنترول على الأسئلة وكل شيء وكنا في قاعة ننتظر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يلقي بكلمته على الحضور وكان يجلس بجواري نجل المرحوم سعود الفيصل فكرينه عظيم الدبلوماسيين العرب كان يجلس بجواري منتظراً كلمة الرئيس السيسي إذ فجأة تظهر أنا باعتبرها واحدة من يعني ظهور العرب أو واحدة من يعني درة تاج نساء العرب الملكة رانيا الملكة رانيا بعدما سعد الرئيس لإلقاء كلمته حرصت على أن تبقى حتى اللحظة الأخيرة من أن ينتهي الرئيس من كلمته وكانت موجودة بجوارنا بمنتهى البساطة ومنتهى التواضع والحقيقة يعني كان شعور هايل كانت متأثرة بالكلمات وكانت يعني تعبيرات وجهها وأنا كان لها شرف أن أنا التقيت معها يعني في اللقاء ثنائي بعد ندوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت قد إيه عندها شعور طيب لمصر أنها تعلمت في مصر وأن يعني لها ذكريات في الشوارع المصرية وسترئيس طبعا بشكل يعني راقي جدا نزل من على المنصة وحية الملكة رانيا شعور جميل حاجة حاجة راقية كده وحاجة فخمة يعني لو إحنا عندنا في الزعماء العرب اللي ينفع يكون أسرة تمثل العرب بشكل راقي والله أنا أعطي ملك الأردن وملكة الأردن هذه المهام لأنه عندهم يعني تعليم راقي جدا جدا يعني لو تتناقش مع جلالة الملكة وتشوف التعليم وتشوف الثقافة والبساطة الشديدة جدا وأيضا جلالة الملك حاجة مشرفة جدا ولما تشوف لقاءاته حتى مع الزعماء أو الملوك في دول العالم تحس بندية وشيء من الفخر كده أنه الصورة مشرفة لذلك العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات مهمة جدا وأعتقد أنه مصر والأردن يعلمان تماما طبيعة وأهمية القضية الفلسطينية اللي ما بيكونش فيه مناسبة إلا ما يتم ذكر أهمية هذه القضية بالنسبة للجانب المصري أو للجانب الأردن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة